قالت كتلتاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والعراق المستقل إنهما ستحضران جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية السبت المقبل رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قالت في تصريح إنه في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة السبت فلا خيار أمام العملية السياسية إلا حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة مضيفة أنها تتوقع حضور كثير من المستقلين في الجلسة من جانبها أوضحت كتلة العراق المستقل في بيان أنها ستحضر الجلسة للمضي قدما في دعم جهود تشكيل حكومة أغلبية وطنية إصلاحية قادرة على العبور بالبلاد إلى بر الأمانة